السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيك المحلبات خفيفة ريشة صدقوني تحمق هذا الكيك وكتوجد في الوقت الوقت سنتقسم معكم كابكيك او ماضلين كيف تشوفوا معي الخفة التي تبليكم مشروب الرمان محبوب المغاربة محبوب الولدات وحتى الكبار ونشوفوا مع بعضياتنا حريشات مالحين صدقوني تحمقوا مع كويس ديالتاي يعني لي شرب شي او لا القهوة خليكم معي اخواتي من الولتها الاخير وما تنسوا انش فضلا من تشجيعات ديالكم والله يجازيكم باخير دائما كيف نقول من باب التشجيع والتحفيز نتوكلوا على بركته الله نقولوا باسم الله نبدأوا باول وصفة اللي غادي يكونوا هاد الحريشات اللي كي يحمقوا دائما كنتقسموا مع بعضياتنا حريشات اللي كيكونوا معمرين بحشوة مالحة لكن هادي ان شاء الله غادي تكون يعني الخلطة كلها في العجين شي حاجة اللي زوينا وكيتبوا في الفران هادي غادي نحتاجوا هنا سكيلو ديال سميدة رخيخة الخاصة بالحرشة او البغرير وسميدة كنا اكدها لها دائما تكون جديدة يعني تكون صفراء اللون ديالها يكون صفر باش كتعطينا نتيجة زوينا غادي نضيف لها كمية ديال ملح القياس يعني اللي غادي ملح لنا هاد الحريشات واحد شوية ديال السكر باش يعطينا هذا كل اللون اللي محمر في الحريشات هاد الطريقة هادي مختلفة على عن الطرق اللي كنصيبو مع بعضياتنا من خبل عندي كاس مع مرش ديال زيت نباتية وممكن انكم تديروا مزيج ما بين زيت زيتون وزيت نباتية غير هي زيت البلدية تكون شوية خفيفة ما تكونش حارة غادي نضيف واحد الحكة ديال الزعتر ونكونوا سخيا عفوا في الزعتر لانه يعطيها مضاق وبطبيعة الحال بنسبة للاخوات اللي كيبغيو هاد المضاق ديال الزعتر غادي نرمل مزيان هاد الحبيبات ديال سميدة بالزيت نحاولو اللبسو هاد الحبيبات كاملين بالزيت هاد المرحلة هاد المرحلة هي اللي ولا غادي نبدو بها وغادي نخليوهم على جنب يعني بقى عندنا اضافات غادي نضيفوهم لهاد هاد هاد السميد لكن هاد هي الخطوة اللي غادي نبدو بها ونحرصوا على اننا نلبسو هاد السميدة مزيان كيف قلت بالزيت غادي ناخد غادي ناخد واحد المقلات اللي غادي نقطع فيها واحد الحبة ديال البصل اللي كنكون مقطعها رقيق قطعوها رقيق مزيان حبة وحدة ديال البصل للحجم ديال هيكون كبير غادي نضيف ليها الزيت غادي نضيفو الملح وغادي نوضعها فوق النار غادي نضيفو الملح وغادي نوضعها فوق النار باش غادي تشحر صدقوني هاد الحريشات كي جوزينين ومغيرين على الطرق السابقة اللي كنخدمو بها بالنسبة لهاد القطع ديال ديكرومي او لدان دفيومي هاد مدخن يعني كنقطعه رقيق حاولوا انكم تقطعوه رقيق لانني هاد يعني هاد الحشو اللي غادي نوجدو ماشي غادي نعمرو بها في الداخل غادي نخلطو بها العنصر اللي عندنا كاملين هنا راني مشيت كان شحر في ديك البصيلة اردو البال معها يعني مره مره كان مشيون نديرو فيها يدينا بحال هكا باش ما كتحرقش لنا البصلة عندي كمياء ديال الربع وهنا عندنا المعدنوس غالب على القزبر ومن الاحسن يكون طري حتى هويه كان قطعوه رقيق ووق وغير بالسيكين يعني غير بلموس بحال هكا كان قطعوه رقيق ووق كنت شوفوا معي على جنب عندي اه شوية ديال فروماج محكوك عندنا زيتون مقطع ممكن يكون عندكم خليط ما بين زيتون كحلب وما بين زيتون الخضر هنا عندي غير الزيتون الكحلب وعندي علبة ديالطن والتوابيل عندي تحميره عندي القصبر يابس الكامون شوية ديالتون بودرة وشوية ديالبزار وشوية ديالسودانية هناك انا رجع لهاد المقيلة هادي البصيلة رهات شحرت ونزلت وغدي نضيف لها هاد التوابيل بالنسبة العلبة ديالطن انا بالنسبة ليك يعجبني يعني الحريشة ديال سميدة عفو الحريشة اللي كي يكون فيهم الطن يكون بين فيهم داك المضاق هاد شي علاش غدي نضيف ذاك الزيت ديالطن غدي نضيفه لهاد الحشوة هادي ضفت هادك لدن في مي اللي مقطع وضفت الربع وهنايا هاد الزيت باش ما كتحرقش ليا العطرية وف نفس الوقت باش كننسم مزيان هاد الحريشات هاد كيف شفتوا معايا كندي ونجيب هاد البصيلة غير باش كي تجنسوا ليا نعنا نصر مع بعضيتهم والعطرية بطبع تلحل ما خساش تحرق لنا غدي نضيف شوية ديال هريسة كتبقها اختيارية وغدي نعاود نأكد لكم أخواتي هاد الحريشات كي يجيو زوينين وشكل اللي هو مختلف غدي نخليو الحشوة بطبع الحلحة غدي نتبرد وغدي نرجعو لهاد الخليطة ديالنا ديال السميدة غدي نضيف ليه جوج اكيس ديال الخميرة كيماوية اولى بيكين باودر واسن سبعة جرام في كل وحدة اولى ثمانية جرام غدي نلبسهم غدي نضيفو رسم عرقة ديال الخميرة فورية يلا توفرت لكم ضيفوها انايا هنا ينسيتها ضيفو الرسم عرقة ديال الخميرة فورية علبة ديال يوغورت طبيعي وغدي نكمل بالماء يعني باش غدي نجمع هاد الحرشة هادي كتعرفو ان الحرشة ما كتدلكش كتجمع غير برؤوس الاصابع بالنسبة الاخواتي اللي بغو ياخدو فكرة ديال الحرشة بلا يعني ما يكونش فيها هاد المناسمات يعني الطون و اولى الزعتر يعني الحرشة العادية اللي كانحتاجوه الفطور الصباح ونفس العناصير يعني كنخدموها بيوغورت طبيعي كتجي رائعة وكنكملو بالماء يعني الحرشة العادية الفطور تقسمتها عدد بيوغورت طبيعي وممكن عوضوه بكس ديال البن سافي غدي نضيف هنيا ديك الجبن وضفت هاد الحشوة اللي وجدنا من قبل وضفت الطون اللي كان فرته مزيان هنا كانت عندي علبة ديال الاسقمري هو هي اللي ضفت ممكن تديرو اي نوع متوفر ليكم بطبيع الحال وهنايا غدي نكمل يعني غدي ناخد شوية ديال الاسقمري نجيب واحد زليفة لنهز فيها واحد الكمية لان لا يأخذ الزيتون ودائما برؤوس الأصابع نأكد عليها نحاول ان نأمد الكوش انتم في هذه المرحلة ممكن انكم تزيدوا زيتون حتى هو نحاول ان نجمع العناصر مع بعض الكمية ونضيف الزيتون ودائما برؤوس الأصابع غير مسر على الفيديو نحاول ان نجانس العناصر الكاملة نحاول ان نجمع العناصر الكاملة ونجمع العناصر الكاملة نجمع العناصر الكاملة نأخذ الزيتون سميدة رقيقة وعند نطاوم فارشه لها ورق المطبخ وعندنا واحد زلافة على جنب فيها شوية دي الماء اللي كنبقى ندهن فيها اولا كننرش بها ليد ديالي وكنبقى نشكل كوايرات شوفوا معايا كنهز واحد الكمية نديرها بين يد ديالي نديرها بين يد ديالي نديرها ونجيبها بين يد ديالي بحالها كعفل ودائما عيننا ميزاننا ما يكونوش صغورين بزاف باش هكا يجيونا شوية كيف كنقولو على شكل ديال الغريبة او للحرشة اللي كتكون شوية كبيرة كم قند ديها ونجيبها في ديالي ومن بعد قد نهز واحد الكمية ديالي سميدة وكنبقى نمرها فيها على هات الشكل وحنا كنمروها في دينا كنحاولو اننا بحالكي كيف كنقولو كنحيد الفائد ديال الساميد وفي نفس الوقت كنخبطها بحالي لك اتقرس واحد شوية ما تبقاش كورة مجموعة انتمنىكم تكونوا فهمتوني وغاد ينزيدن بي اللي يكون اكتر لاننا غاد ينطيبوها ان شاء الله في الفران دائما اليد ديالي كنقصها بشوية ديال الماء دك الماء كيعطيهم لون دهبي ولون محمر يعني هاد الفكرة تقسمتها مع المتتبعات ديالي اكتر من مرة دائما لحرشات ديال سميدة يعني سواء هادو كيكونوا مكورين او اللي كنديروهم بساكل يعني بالطابع كلهم كندوزي ديال في الماء عاد كنشكلهم كويرات كتعطيهم واحد اللون اللي هوية محمر ولون اللي هو زوين وفي هاد الوقت وفي هاد الوقت يكون عندي الفرن يعني مشعل عليه كيس خن شوفوا معي في هاد المرحلة كم قندها ما بين هاد اليد و هاد اليد وبحالي كان كنقولو كان هبطوها شوية ما تبقاش مجموعة وعلي هاد الشكل هانتو ما كتشوفوني بها طريقة كنقلبها من هاد اليد لها اليد وهي بحالي لك تتبصت شوية هنا غير الفيديو مسرع اما هي كنقلبها من هاد اليد لها اليد منها كتنقص الكيمية اللي عندنا ديال سميدة منها كتسرح شوية صفيفة هاد الوقت الفرن كيكون ساخن سوف ندخل طوات الفران سوف نشعل عليهم الفران بطبيعة الحلحة يكون سخون سوف نشعل عليهم من الفق بحلالة سوف نترتق لنا واحد شوية بحلال الشكل غريبة و هذا سوف نشعل عليهم من تحت باش يكملوا الطياب اردوا معهم البلء راهم كيطبوا بسرعة و نأكد على ان نشعل عليهم يعني العافية تكون في الأول من الفق بعد ما كيطبوا التزيين كيبقى اختياري أنا هنا زينتهم شوية ديال الفرماج يعني باش محدهم بقن في الطاوة عفوين محدهم بقن في الطاوة ديال الفران بقن سخانين كنا نحك عليهم شوية ديال الفرماج و عندي شوية ديال المعدنوس اللي قطعت يعني مدرتوش كامل فص من هاد الحشوة نخلي واحد شوية للتزيين فقط التزيين كيبقى اختياري و الوقت نميق من المعدنوس في دقيق والمعدنوس فقط و اللون ديالهم محمر و يجي زوين بزاف كيجيو مصفرين إذا كانت سميدة نوعية اللي هي زوينة واندوز نشوف مع بعضياتنا الاختراح الموالية أو للوصف الموالية اللي غد يتكون إن شاء الله كيك المحلبات كتتتحضر في واحد الوقت اللي هوية قصير يعني فرمشة تعين غد يتنوضي توجدي هد الكيك اللي كي يخفيف ريشة صدقوني شي حاجة اللي ديدة بزاف بحل اللي قد تخذوه في المحلبات إن شاء الله تكون الفطور صباح او لا الجود دي نشوفوا مع بعضياتنا المكونات ديال هاد الكيك و احنا كنطبقوه في الوصفة و غدي نحتاج لي حبة بيض واحد اخواتي فقنا اولف واحد البورل غدي نوضع البيضاق بصد الملحة ما ننسوهاش ضروري منها لتصحيح الضوء يعني في الحلويات اولف الكيك اولف الكابكيك او المادلين ضروري ديال القبيصات الملحة سنضيف سكر مناسب بالفانيلا يا اما كتضيفه كيس يا اما البودرة ديال الفاني كنحلو هاديك اولا كنحاولو نخلطو هاد البيضا و غدي نضيفو مباشره لكس ديال السكر كنأكد على سانيدات تكون رقيقة و كيف شفته معايا كنخدمو غير بالخلاط اليداوي حتى كنت تدمج لنا هاد سانيدة نزيان او كنت تحل مع هديك الحبه ديال البيض الا كان عندكم الحجم ديال البيض صغير ممكن انكم تضيفو او لا توضعو جوج حبات ديال البيض غدي نضيفو الكاس ديال الزيت هنا حيت واحد الفتيوه دا كتكون شي حاجه كف سكر بمعلقة بنسبة الزيت كيف قلت كاس ديال العنبه ناقص اصبع يعني ما كان عمروش الكاس كابل كان ندمجو مزيان حتى كان حسو بالخلط ديالنا ندامج او لا زيت انه ندامج مع السكر ما يبقاش يبان نهائيا بغيتو تخدمو بطبيعة الحب الخلط الكهربائي ممكن لكن صدقوني الوصفة ناجحة غير بالخلط اليداوي غدي نضيف دك الكاس ديال الحليب بنسبة الحليب ما يكونش في تلاجة ما يكونش بارد ان يكون مخرجينو من قبل من تلاجة والعبارة اللي خدمت بي او اللي خديت بي او القياس اللي خديت بي عفوال الحليب هم مئتين ميليليتر بالنسبة للدقيق غدي نشوف معيش حال غدي اتخذ يديال الدقيق دقيق نوعية جيدة كي يكون مغربله وكنعاود نغربله مرة تانية كل ما كان عندنا دقيق مغربل جو المرات كي يكون احسن وكيعطينا واحد لخيفة هدا الكاس اللي اول وما تنسوش ديك القبيصة ديال الملحة كنأكد عليها هكا تتقدلينا الدوق ديالنا ستبعو الخطوات وغدي تجيكم النتيجة ديال هاد الكيك هدا زوين بزاف يعني بحال لك النوع ديال الكيك اللي كان ناخدوه مع الرايب او اللي كان ناخدوه ديال المحلبات غير هو الخفة دياله كجيزوينة بزاف انا متأكدها بانه متأكد عفوا انكم غادي نجربوه تردو عليها بزاف ديال المتتبعات ديال ولي كي تيقوا في الوصفات وكي يجربوه مباشرة بعد ما كننزل الفيديو وكيك اللي هو اقتصادي غادي نضيف الكاس تاني ديال الدقيق وغادي نضيف معاه جوج اكياس ديال الخميرة كيماوية او لالبيكين باودر يلجاكم الخليطة ديالكم خفيف انتم ما قد ينشوفوا معي هاد النوع ديال الكيك اصلا خاصو يكون شوية خفيف مش بحل الكيك اليومي هاد يكون اقل منو جوج كيسان ديال الدقيق ممكن تزيدوا واحد لمعالقة ممكن اقل لا اكتر يعني متفوتوش هاد العبار هذا شوفوا معي الخليطة ديالنا ره خفيف هاد هي الكتفة دياله كيجي على هاد الشكل غادي نضيفو قطرة ديال الخل في اخر مرحلة كتعطينا واحد الخفيف هاد تكون محسن الكيك ديالنا غادي نحزو دابا واحد جوج معالقات ما تفوتوش كتر من جوج معالقة انا هنية عندي المعالقة رها صغيرة ماشي ماشي ديال معالقة كبيرة هاد شي علاش خديت هاد القياس يعني رها معالقة متوسطة جوج معالقة كبيرة كافين هاد ينتخليهم على جنب و هاد ينتخدو واحد الصينية او الا واحد الطاوة اللي كتلبسو لها ورق المطبخ بنسبة القياس ديالها اغن خليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصل يعني ينتخدو واحد طاوة اللي هي شوية كبيرة لبسو لها ورق المطبخ وفرغو الخليطة ديالكم مباشرة شوفوا الخلفة دياله يعني بحالة مصيبين واحد الجنواز هاد هذا اخف ملكيك اليومي العادي اللي كن نصيبه مع بعضياتنا حب وحده ديال البيت وكز ديال زيت كز ديال سكر جوج كسان ديال بقيق جوج اكيز ديال خميرة كيموية او البكيبود ومعلقة كبيرة ديال كاكا وغن نحتاجها ان شاء الله للتزيين كنقادوا لها الوجه ديال هاي لعند انتوك الفوقعات كنحاولو اننا نحيدوهم صفيق وغن نشعل الفرن ديالي يسخن متوسط كن اكد على انه متوسط من الجهة السفلة هنيا هادوك الجوج معلقة اولا ديال عفوا ديال الخلط ديال ديال الكيك غد ينضيف لهم معلقة كبيرة ديال الكاكا والمر ومن الاحسن يكون نوعية جيدة كنخلطها انتو مكتشوفوا معي كنخلطها باش غد ينزينو هاد الكيك ديالنا يلا باليكم الخليط ديالكم راكم معارفين ان الكاكا وكينشوف لنا اه الخليط ديال الكيك غد ينضيف قطرة ديال الحليب لا اكتر باش غد نحصل على هاد النتيجة هادي متخفوش باززاك طبعا باش ما يهبطش لكم فوسط من الكيك وما يبغاش باين تزيين جوش معلقة من العجين ديال الكيك دفت لها معلقة كبيرة ديال الكاكا والمر وبالنسبة الاقتراح ديال الوصفة ديال البارح اللي تقسمت معاكم اه الكابكيك راه واحد نتيجة فيه ممتازة حتى هو يكون اقتراح الوليدات ديالكم وضعت هنية هاد الخليط جيب حلواني وكان بداء نشكل خطوط على هاد شكل انا هنية ذكرت معاكم الكابكيك لان فيه الكاكاو وهذا الكاكاو هو اللي خدمت به حتى هاد الوصفة هادي كاكاو اللي هو يزوين كل ما كانت عندنا نوعية ديال الكاكاو زوينة كتعطينا نتيجة في الوصفة ديالنا اللي هي الزوينة ولما لقيت وش ديال العبار من الاحسن خدموه بالصشيات هادو خليطات كيف كتشوفو معايا على هاد الشكل هاد شاعد اش قلت لكم خدوه جوج معالق فقط ديال الخليط لانه يبقى رادي غايد داعم ما غادي نش تحتاجوه سوفي غادي ناخد واحد العود خشبي وكنبقى ندير هاد الخليطات بحال هكا على شكل ميل فايل حاولو انا كمتزع سعوش طوى ديالكم بزاف عفوا او لما تحركوه غير بشوية طلبين باش الخليطة ديالكم شوفوا معايا انا هنا يراني سهيت و بديت كنمي لها صافي الفران كيسخون كندخل طوى ديال من جهة السفلة حتى كنشوف الجواني بدو كيتحمروا و كنشعل عليها من الفق ها هي الحلوة ديالنا بعد ما طابت او للكيك ديالنا بعد ما طاب را خفيفة لبنات ريشة خليتو احتبرد طابعة الحل سوف ينهزوها الطريقة هذه لعندكم طوى تحل من جنبرا كيكون احسن و ردو البل انكم تحطوها فصل فران مقادة باش مكتعواج لكم موالو انا هنا راني حطيت طوى ديالي شوية ميلة لكن ماشي مشكل مهم اي خطأ انا يوقعت فيه كان حاول اني نذكركم به ضروري كان نخطئوه او لا كان نغلطوه الحمدللله الكيك ديالنا كيف قلت لكم ما تخيلوش الخيفة ديالو را كان نبغيو نصيبو الجنواز كان نبقى و نعقدو الامور و نعقدو الوصفة لكن بعض المرات شي حاجة اللي بسيطة كتكون فيها نتيجة اللي يزوينا خليتها حتى بردات و اختيت هنا يا المربة و بديت كندهنها و هي بقى دافية شوية غادي اندهنها بالمربة اكي نخلي حتى تبرد و اعود اندهنها مرة ثانية بحلي لك تسقة او بحلي لك تشرب ذاك المربة هنا كان عندي مربة ديال المشمش بطبع الحال بغيتو تدهنوها غادي اندهنوها بغيتو تخليوها عادية ممكن انكم تستغنوا على انكم تدهنوها حتى بالمربة شوفوا معي الخففة ديال الكيك غادي ناخد واحد سيكين باش نقذ لها الجوانب او لك نحيدوك الجوانب غادي يتبليكم انها مسحفجة نقطعها وهي خفيفة ريشة غادي نقطعها باش غادي نشكل منها مربعات او لا مستطيلات بعد ما غادي غادي نقطعها عفوان غادي يبليكم هاد النوع هادك يكون في المحلبات او لا في المخبازات شوفوا معي اخواتي الخففة ديال هاد الكيك كي يجي اكتر من رائع متأكدة بان لانكم غادي نديروه تعاودوه وما فيش مكونات كثيرة حبة بيض واحدة وتخرج لنا الخير والبركة اخواتي اللي كي بغيو كي كفيف ننصحكم بهذه الوصفة هادي ونرى مع بعضياتنا الاقتراح الموالي اللي غادي يكون كابكيك او لمادلين بحجم كبير حجم عائلي كي يجي مسفج ونقسموا مع بعضياتنا مشروب الرمان محبوب المغاربة الصغير والكبير خصوصا دبال جو ساخن يعني ضروري من بحال هاد الاقتراحات نعطيهم الوليدات ديالنا نصيبوا شي حاجة علي دينا ونعرفو اش نعطيناهم يعني يحصل من اننا ناخدهم ليهم جاهزين وبطبيعة الحال كي خرجوا لينا كمية كبيرة وكي تقامو اقتصاديا نتوكلوا على بركة الله ونقولوا بسم الله نشوفوا مع بعضياتنا المكونات ديال هاد المشروب هما اللولين غادي نحتاجوا لتر حليب الاول يعني إترو دياله الحليب سناخده نصف لتر ونوضعه مباشرة لطي لا فقه النار باش غال يغلى تع lav ولكيدة اكثرها لأن هادوت نصف لتر لاول ديال الحليب داء حليب تراع الوصول اث تراع الهد علىelli غالج مثل الزII نصف لتر الحليب نصف لتر الحليب بارد سوف ينضيك له جوج معالك كبار سكر ساندة او سكر حبيبات لدي كاس مع مرش سيرو الرمان وعندنا علبة يوغورت طبيعي بدون سكر سيرو الرمان ومعروف ومتواجد في المحلات وممكن انكم تاخدوا غير واحد القياس اللي هو صغير كمشيوا المحلابة ونقولوا لديك البائع اللي كي بيعلينا يعني الرايب اولاد ممكن تاخدوا واحد الكاس المهمرة ممكن تاخدوها كايب تقسيت غير طريف غير شويب لما تاخدوا القرعة كاملين ما كنتمش غدي تكتاجون فوصفات اخرى المهم هذي بين قوسين سنخلط مزيان مشروب الرمان مع الحليب مع اليوغورت الطبيعي وجوج معلقة السكر وهنايا حرت كيفاش سنفرغ بليمن او بليصر المهم سنضيف نصف لتر الحليب اللي مغلي حتى سيفيد نحيد غير ذيك الفرارة كاتبقالية في الكسرون ونخلط مباشرة سندمجوا مع بعضياتهم بحلا سنصيبوا الرايب ونكون نسرع يعني نحاولو اننا ندوبوا هذك اليوغورت مع باقي العناصر ودهك سيروا الرمان كاس الا ربع يعني كاس مع مرش وغدي نخلط بسرعة ونغطي بلاستيك غدائي باش هكا بحلا سنصيبوا الرايب المكونات ستكون مع بعضياتها دافية غدي نغطيوه بواحد المنديل بعض البلاستيك غدائي وغدي ناخد واحد المنديل ونغطيه به ونخليها على جمع ضروري نغطيوه مزيان يعني بحل إلا غدي نسخنوه نكي كل جوه بارد أما ده باري لك الجوه متوسط يعني غير واحد المنطة متوسطة وتغطيوه وتخليوه تقريبا أخواتي واحد جو سوية كيكون واجب صدقوني جو سوية كتلقوه انه متماسك نوعا ملئ انكم عارفين هاد المشروب بماشي كيكون عاقد بحل الرأيب في هاد الوقيته خليته على جنب قدست باش نوج جد اروع كبكيك او مادلين ندوزو به هاد المشروب هادا غدي نحتاج لي جوه حباتي ديال البيض بدرجة حرارة المطبخ الحجم ديالهم كيكون كبير قبيص هاد الملحة ضروري منها لتصحيح الدوق وعندي سكر منسم بالفانيلا هنا عندي مئتين ميليليتر العبار ديال الكاس فيه مئتين ميليليتر او لا ممكن ديرو كاس ديالسكر سانيده كاس ونصف ديالسكر سانيده سندمجوهم يعني هاد المكونات مع بعضياتهم البيض مع السكر بالخلاط الكهربائي ستخدموهم زيان حتى غدي تفتح اللون ديال هاد الخالط بالباتر او هاد البراميكسور هادي ستبقو تخدمو جيدا اخواتي حتى غدي محصلو على واحد اللون اللي هو فاتح كيف تشوفو معي يتغير اللون ديال الخالطة ديالنا سانيده تكون رقيقه ما تكونش غليظه او لما تكونش حرشه نحاولو اننا نغربلوها وغادي نبدأ مباشرة نضيف زيت نباتية زيت كاس مع مرش العبار ديال كاس العنبه او للكاس المغربي اللي كيوزن مئة وخمسين او لا مئة وستين ميليليتر المهم ما نعمرش الكاس دائما كنخلي واحد الاصبع نقص نقص نضيف الزيت شوية شوية وانا كنخدم من بعد غدي نضيف شوفو معي الخليطة ديالي حتى يمشي دك الزيت نهائيا غدي نضيف مئتين ميليليتر ديال الحليب الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ اخواتي وما غدي نش نبلغه في الخفق غير كان يتدمج الصافيك غدي نحيد الخليط الكهربائي ونخدم غير بالفوي غدي نضيف كشور ديال البرتقال ده بل الليمون موجود ما شاء الله يعني البرتقال مقشرة ديالهم غدي نزيد نسم بهم هاد المادلين او لا الكابكيك هاد الاضافة اخواتي ديال هاد اليوغورت بمدق الجبن كتبقى اختيارية اي لا بغيتوا تزيدوه غدي نزيدوه ما بغيتوش ممكن تستغنو عليه وتديرو غير الحليب غير هو هاد المدق ديال او اضافة هاد النوع ديال اليوغورت بمدق الجبن كانت تعطيه مدق واعر بزيخ كان اكده زوين زوين بزيخ تقاسمت معاكم كيك بهاد اليوغورت ودابة هاد المادلين او لا الكابكيك صافيك ندمجوه غير بالفوي ما كان نبقى مش نخدموه بالخلاط الكهربائي وغادي نبقى نضيف دبط دقيق شوية بشوية بالنسبة لكميات الدقيق عندنا جوج كسان في اللوول هما اللي غادي نبدو بهم ديال الدقيق كنضيف الكاس اللوول وانا كنغرب له مرة وجوج الى كان بامكاننا انا نغرب له وجوج مرات ماشي مشكل لانه كاعت النتيجة زوينة الكاس اللوول بعد ما خلطناه غادي نضيف الكاس الثاني وبطبعة الحال مغربا حتى غادي تدخل هاد الكميات ديال الدقيق في الخليط ديالنا ونشوفو الخليط كيفاش خاصوك وكيفاش داير في اللوول نبدو بجوج كسان وعاد كان بقاو نزيدو الكميات مضحة في الفيديو هنا هي المجموعة ثلاثة ديال الكيسان غادي نضيف جوج اكيس ديال الخميرة كيموية او لا البيكين باودر وزن كل وحدة 7 جرام او لا 8 جرام المجموعة 14 او لا 16 جرام حتى هو مية كنغرب لهم وكن نواصل بحال هاكيا يعني كنخلط غير بالخلاط اليدوي كنحصلوه على هذه النتيجة هادي ولا على هذه الكتافة شوفو معي الخليط ديالنا يكون شوية كيف كنقولو شوية تقيل المهم ان انا مني كنديرو ذاك الفوي او الخلاط كنهزوه الخط ديال العجين ما كيتقطعش كيبقى يعني هاداك الخيط هاكا نازل ومني كنكتبوه شرقم او حرف كيبقى يبالينا على وجه ديال الخليط ديالنا بهذا الطريقة هادي شوفو معي هذه هي الكتافة انضفت معي القاة ديال الخل والخليطة ديالنا هادي هي الكتافة اللي خصو يكون عليها وكتبقى على حساب نوعية الدقيق وحجم البيض انا الحجم البيض كان عندي كبير ممكن يكون عندكم الحجم ديال البيض اقل يعني ماشي كبير بزاف وممكن ما تاخدش ليكم ثلاثة الكيسات كيبقى على الحساب المهم ها انتو ما شفتوا معي العجين كيف خاصو يكون كيفاش خاصو يكون خديت هاداكياس الورقية ممكن تخدموه باي نوع ديالاكياس الورقية متوفرة لكم انا عندي هنا هادا الورق اللي كيكون قاسح ما كنحتاجوش نديرو هادك يعني ذاك المربع اللي كنحطوه في هدوك الكيسات اللي هم خفافين هادوك يقضيو الغرض والعلو ديالهم راح عالين باش خديت جيني كيف نقوله القادية سهلة غادي نفرغ الخالط ديالي في هاد الإناء اللي كنوزعو به العجين او الخالط وممكن تهزو غير بالمعلقة انا غير باش ما نبقاش نهز بمعلقة ونرجع نهز نهزو نعود نرجع ندرتوه في هاد القالب اللي كيسهل علينا الخدمة واللي ناكد لكم عليه هو انكم تفرغوا واحد الكمية فوق النصف يعني ديرو النصف وتزيدو فوق منه يبقى لكم غير واحد شوية باش كيجيو عالين وخارجين من هاد القالب بالنسبة لي هاد هاد الكيسات الحجم ديالهم كبير يلا درتوه الاكياس الورقية العادية الصغورة ستخرج لكم كمية ما شاء الله الخير والبركة اخواتي هاد العلو ديال هادو عالي ما شاء الله وغادي نتقسم معكم الطريقة ديال الطياب ديالهم كيف شخصها تقول بعد ما كنكمل هاد الاكياس اولا كنكمل ملء هاد الاكياس الورقية وكن اكد نخليه غير واحد الاصبوع باش يجيو منتفقين ويجيو عالين دبا في هاد الوقيته كنشعل الفران يسخل غير واحد خمسة دقايق سفي وغادي ندخل الطاوة ديالي الفران مشعل عليها من الفوق ومن التحت درجة الحرارة مية وستين درجة الى عندكم فرن غازي ممكن تشعلو غير من الجهة السفلة حتى كتشوفوا الجواني بدو كتحمروا كتشعلو عليهم الفوق وكيبنوا لي كومرهم عالين ما شاء الله كيف كنقولو مشقين وعالين صدقوني اخواتي وصفة من اروع الوصفات اللي ممكن توجدو ديال كبكيك او ديال مادلين اللون ديالهم تجي محمر غزال غادي نجربوهم ان شاء الله وتردع لي الخبار وصفة ناجحة جوج حباتي ديال البيض غادي نصيبو كمية ما شاء الله الخير والبركة فيها وكنأكد على طريقة ديال الطياب ديال هادو بما انه عندي قوالب ورقية هادو اللي كيكونوا عديلهم غليد وكيخزدو لنا واحد كمية كبيرة نقص درجة الحرارة وكنخليهم باش كيطيبو في الطياب اللي هو زوين لان العلو كيفرق في الوقت ديال الطياب حيتلي هدك الكاغيت باش نبيين لكم انهم محمرين من الجوانب وطيبين كاملين وخفافين من الدخل غادي نقصمها معاكم باش تشوفوها كيفاش كتجي مصفجة ومهوية والمدق منين غا تجربوهم غادي تحكمو عليهم ان شاء الله الوسطة اللي غادي تكون معتمدة عندكم كنأكد لكم على الطريقة ديال الطياب ديالهم ان الفران يكون سخون واحد شوية في البداية سفي دابا ارشعت للرايب ديالي او المشروب المعتمد عندنا المغربة مشروب الرمان اللي ما كيخطى تشي بيت مغربي ما جربوش او لمدقوش سفي شوفو معي منين وضعت المعالقة كتبقى متراسيا هذا علماء لانه راب وهدي الكتفة اللي كيولي عليها لانه خفيف ورايبي يرى ماشي تقيل بحل الرايب ولكن شوفو معي الكتفة اخواترها ما شاء الله كيجي دغياء عاقد وزوين سوف نخلطه بهذا الطريقة ونرجعو التلاجة سيبرد لاننا كنتم خليه مغطي وراكبي كيبان يكون دكنده البلاستيك الغذائي سوف نغطيه به وندخله لتلاجة بشي برد مزيان ومعرفين يكون بارد والتي تريد تسرع العملية مثلا كنتكطية بشي خبيز ودفع لها الفران معلها إلا تدخل هذا اللوبول بشي هكاية مغطي بطبيعة الحال بشي هكاية كي يوجد بسرعة وهذا هو البريوش هذا هو المادلين او الكاب كيك سوف نجعله على جنب انه يبرد والتي بغت الوصفة البريوش المدق البرتقال اكثر من رائعة قسمتها معكم هذا الأسبوع بداية الأسبوع ممتازين أخواتي شوفوا معي بعدما برد سوف نزيد ونخفوه لأنه مشروب خفيف سوف نخفوه بهذه الطريقة سوف نخلط ونضيف 1-4 كاس على حسب المدق وعلى حسب الضوء هذه المشروب ان شاء الله ما تبقوش تبدلوه وتوجدوه الوليدة بدون مواد حفظة بدون أي إضافات أو لا ملوينات يعني شي حاجة روعة وحتى هد السيرو دي المشروب الرمال ان شاء الله نرجع كيف نقوله السينتا لأنه كانت عندي الوصفة دياله ان نوجدها ان شاء الله ونتقسمها معكم سوف نضيفه في البيت تهوية جيدة كنا نأخذ واحد القريعة ونعمر فيها يخرج لنا تقريبا 1 لتر ونصف من هد المشروب تدخلوا في التلاجة في الباب بالتلاجة الوقت التي تريدها وينتعطيهم وتعرفوا ما يخذوه وقدموه بصحة والراحة لا تنسوا اخواتي انكم تشوفوا الوصفة بريوش بمدق البرتقال رائعة و الديدة بزاف توجدوها تغيرو بها في القوتي او للفطور الصباح وحتى الكيك بمدق اليوغورت بمدق الجبن حتى هي ممتازة كنا عمر الكويشاتي دياولي لان قدمت هذا مشروب الرمان مع هذا المادلين وبالنسبة المادلين انا قسمته معكم من الداخل باش تشوفوه خفيف مهوي مسفج ولو العلو دياله ما كيجي نمض قص مواله فيجي ارتاب ما كيجيش ناشخ في الماداق دياله متأكدة وصفة غدين ترحموني عليها اخواتي فضلا ما تنسونيش من تشجيعة ديالكم الله يجازيكم بخير من بابي التشجيع والتحفيز خليتليكم الراحة